ترجمة نانسي قنقر 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 سيد جسر في تغيير المنزلًا من أكسانين كمتابات المصدر المنزل مستعد للمنزل هصين عدوية المنزل المنزل على زمن الأجفاد مستعد بشكل مالذي بكثير ويشن أجل استعد للمنزل نعم The lactic acid is capable of causing destruction of the calcium part, structure of the tooth and dissolution of the inorganic part, ending with a cavity formation هي أولا إذن the ability rapidly to transport fermentable sugars to acid two, the ability to maintain sugar metabolism under extreme environmental condition ability to maintain sugar metabolism يعني شون نحول الشغر metabolism يعني نحول من حالة إلى أخرى metabolize sugars extreme environmental condition سواء صعد أو نزال البيئت هالتيوب بكترية عندها القابلية causing metabolism of bacteria metabolism of food three production of extra cellular and intra cellular polysaccharide تكون two types of polysaccharide واحد extra cellular بتعتبره شنو store وتحفظ بي المادة إلى حين حاجتها إلي طالما أكو food للبكترية أوكي بس مني ماكو بفود للبكترية راح تاخذ من the store هذا الاكترا cellular والإنترا cellular هو بداخل السيل تحافظ عليه حتى الإنرجي for the bacteria the production of extracellular and intracellular polysaccharide include glucان and frictin نقطة الأخرى الإنترا cellular polysaccharide are glycogen like storage compound that can be used for energy production and converted to acid when free sugars are not available in the oral cavity major dental caries associated bacteria المutants streptococca we have two most important types of cariogenic bacteria نتبو عليه من اقول cariogenic bacteria لان اكو other types of bacteria doesn't cause any dental caries فالمost common types of cariogenic bacteria هي steptochoccus mutants lactobacillide 2 gram positive mutants staptochocca التي تعتبر من اخبث البكترية الموجودة بالماط لان عندها فتقابلية انه تعيش بكل المحيطات سواء كان محيط acid ب food الها ما بيفود تسحب من extra sialop poly saccharide فتعيش بكل الظروف وسوي acid lactic acid production فتعتبر المترجم الآن ميوتان ستبتوكوكاي ميوتان ستبتوكوكاي ميوتان سانجويز ميوتان سانجويز بانضافة جنس سانجويز بانضافة اخرا ترجمة نانسي قنقر 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 أنه يتواجد على السموذة كيف يتواجد على الكلب؟ لماذا تتواجد على السموذة؟ السموذة سموذة سموذة موضوع سموذة نظيفة ومع هذا يتواجد عليه وهذا الكياليس هي الأخطر من التابة ويسببنا الدمتال الكياليس حتى بسموذة بكل سموذة ومع هذا يتواجد بكمية كبيرة ونقطة أخرى مهمة هي تتواجد بكثرة بالأرى التي تتواجد بكمية كبيرة وبعدها تتواجد بكمية كبيرة وبعدها تبدأ تقل كل ما قبرت الكابتة نحن نتوقع على السموذة بالأكس غير كل ما تكبر الكابتة المفروضة تزيد هي لا متواجدة بالبداية فتكون خطرة لأنه السبب سريع ويطة لأنه تتواجد بكمية بالكبيرة فالت jornalية المفروضة إلا وسترالة بكثرة لأنه ستواجد مدرة من المساعدات ومن المساعدة في تجارة مصرها التي تتواجد بكمية من الركان ما بين الأكوايرت باليكل؟ تتكون بعد ثوان من نعم بعد دقائق أربعة إلى خمس دقائق أفتر بروشنج أو سكيلنج اللي هي الأورغانيك بيز ما بيها بكترية هي تجم السلايبة فرح تصير فتقاعدة تتراكم عليها البكترية إذن التاسمنت باي أكوايرت باليكل ثرو إكسرا سيليولر يعني الأدجن نقاط موجودة على الفمبرية بالأورغانيك بيز فهي تجي سوي لها النقاط سميها فمبرية طريقة ثانية بالسكوروز ميكانيزم سكوروز ميكانيزم يعني إذا تذكرون المحيط بالبكتريولوجي من نسوي ناخد له أقار ونخلي عليها بلاد ونقول بلاد أقار أو السكر وأقول سكوروز أقار فهي تعيش عليها من على المحيط اللي سكوروز فنسميها سكوروز ميكانيزم وصار عندنا لا سكوروز لا على المحيط بلاد أقار بلاد أقار بس نذكر بلاد أقار بلاد أقار بلاد أقار فبلاد أقار بلاد أقار نعم ونعم أحمد خليق تعيش على الإكستر والإكستر 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 صورت والم determiner نتباه عن إكستر وتخامل من الأوسط اصحاب المقرح من الأوسط مت Urban مثل سالبيوتومول مثل انواع السكرين الموجودة الصناعية موجودة على البيبسي موجودة على بعض المشروبات اللي يعاوضون عن السكر يعاوضها فهي عندها القابلية تكون لكتكس حتى من هذه اللي هي ما بيها شقر أصلا وإنما هي تعويضة عن الشقر تنطحها فحتى هي عندها قابلية سوي لفرمنتشن موجودة من الموجودات اللي هي الموجودة الكاريوجينيك بكتيريا عدها مواصفات جدا مهمة تكون اللاكتكاسد تعيش بالأسجوريك فوتنشل تكون إكسرا عند انترا سيليل كوالي سكرى أربعة تكون كميات كبيرة من البكتيريا على نيولي كياريوس ليشينز هاي أهم نقاط تستوي شكلها فاكلتاتو والفورمالتها إنشينز نجعلها اللاكتوبسلاء هي أيضا جرام بوزاتيب فاكلتاتو أنئروبك بكتيريا إذن بس تفرقيا عن إيروبك يعني تخت الجو اللاكتوبسلاء ثنيا ستوقفبه لبعض اللاكتوبسلاء ثم تتوقف موقفات جدا جدا سواء كبيرة تنزيل كثيرا تتوقف موتانات ثريبتوكوكاية ثم تتوقف الموتانات ويجب من قبل أن تبعد النامس التقل yكتوبسلاء ثم تقسير استعمل قبل شوي جدا منذ هاي يأتي لأتخش موتانات وتكثر منه الاكتوبس اللاي في النيولي الاكتر هي ستبتوكوكاست بينما بالبكارتيت الاكتر هي الاكتوبس اللاي سني انا تنبسوا المواصبات بس تفرق انه الاكتوبس اللاي ان اروبت بكتريا بور كولنايزر موسيقى 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 بينما كنتين ان واكتر اعمام بكتريا موسيقى موسيقى بيش تفرق وان اللاي ان اللاي باكترية نجي هنا نشوف دورها بالدنتال كارز انتم ميزوا من نحكي على البلاك والدنتال كارز ترى البكترية مختلفة يعني مو كل نمائل موجودة بالكارز موجودة بالبلاك اكو اختلال فانتم تشوفون السؤال وتكتبون التينومايزر اجينوس او جرام بوزيتف فاكولتاتيو اذا مثل الجماعة نفس الشي او ستركت ان ايروبك بليومورفك رود شابت بكتريا اذا الفارق مالتها اولا هي ان ايروبك مثل الاكتوبس اللاي وبيها نقطة اخرى مهمة هي كليومورفك رود شابت بكتريا يعني شكل مالتها يختلف عن التينومايزر الاكتوبوس هي رود شابت هالشكل 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 متناثرة هذه الاكتوب� كليومورفك كليومورفك الاكتوبس المترجم للقناة إذا لكتوا بس اللاي وسيتبتوا كوكسي ميوتانس سنينهم موجودوين بالروت كاريس سنينهم موجودوين بالروت كاريس ماذا يختلف الروت كاريس عن الأوكلوجال كاريس مثلا؟ بالروت كاريس نعم بالروت كاريس نوع آخر عدنا في الأكتينوميسي هي بيونيليلة أيضا هي غرام نغتب أنيروبك كلها كان غرام نغتب هذا غرام نغتب أنيروبك مثل الأكتوباسي و الأكتينوميسي كاريس كوكساي أو كوككاي يعني شكلها راوندد أبيض أز بلاك أكسجين لفلز فوم بلاك أكسجين لفلز فوم فتحالة من ينزل الأكسجين الموجود بالبلاك تنشط عدنا منو لبيونيليلة أنيروبك ما كنا إلى أنيروبك؟ أنيروبك ما كنا؟ من القيام له غرام نغتب هي غرام نغتب خامنا مانتب لم ي肥د معلزة كانتي المحام出来 لم يعد من هناكgrad شخص Hunt نقضى بكا. لم يريد معلزة كانتي المبلس، بإ pretended النوتي ت النجحة في listener على استخدام البكتيريات مستخدام من المميز مياهاتيات وتعليقها إلى أصدقائيات كيريوجينية وعادة سهيرة البكتيريات اللي تذكرناها قبل شوية لاتكمولي الأصدقائيات اللي هو روما له مدفة إطلاع كياريات أو تستخدام الطوى تجي البونيوليلا أدابة خاصية تشتغل على هذا الأصد وتحوله إلى وهو ما رح يأذي بالعكس عملها مخفف للإثك مفيدة أكبر نظرية تقول يعني هذي هي موجودة بالماظ تنتظر الجسم يكون ضعيف لا يوجد مناعة تنشط فهي موجودة تحتاج الى تحتاج الى تتعيش بها وتسبب الأخرى هي أتوبوبيوم أتوبوبيوم وأولسينيلا هي صعبة باللفظ بس كتابتها سهلة هاي نسميها أتوبوبيوم تقدم باكترية باكتيريا تتعيش باكتيريا متى اتوبوبيوميس ويصح متى باكتيريا باكتيريا منildaو الحلث ، الزوال حتى! من ثلاثة إصنىلا في الوان العنالة والبكتريية يتم تطلق منها فهو يقاوم الأكيوميليشن بالإفكت مالتل بالعملية هذه معادلة نأخذها من نأخذ الفلورايد المعادلة نأخذها فلورايد وهي التوت ستراكشر شرح يسوي؟ يزيد منع اللي يحول الكريستال من فلورايد تحت الكريستال تتكون اللي هي مور رزيستانت تو كيريز فورميشن هاي العكشن مالت الفلورايد الكلوريكسدين شي سوي؟ هو أنتبايتك شي سوي؟ كل ده بكتيريا بكتيريا إذن هو بكتيريوستاتيك و بكتيريو سايدا شون الفرق بين؟ ليش مرة يصريتي و مرة يصريتي؟ يعتمد على شنو؟ على التركيز منطقة نعم على التركيز منطقة نعم على التركيز منطقة كل ما تكون التركيز منطقة قليلة كليش ستكون بكتيريوستاتيك إذا زيدنا إلى 0.2% راح يتحول إلى بكتيريوستاتيك سين؟ نعم على التركيز منطقة قليلة نبتعت عن الكربوهايدرات والشغر حتى نقلل الكولونيزاتيك خصوصا السكروز راح تيجي وتصير سكروز تصير برو بايوتيك برو بايوتيك ميكرو ارغانيزم برو بايوتيك سامعين بالبرو بايوتيك؟ يستعمد هواية سهل ايام مثلا نسوي ابيساكتومي ماكو ابسس باش يستعمل برو بايوتيك عبارة عن شراعح يخلوها على المنطقة اللي بيها الابسس حتى يصير بون فورميشن بايوتيك بفورم خاص برو بايوتيك ساليفاري انتي مايكروبيال سابستنسز ساليفاري انتي مايكروبيال اللي هي مينو موجودة بالسلاعق وتحمينه نعم اللي هدور جدا فعال اللي هدور جدا فعال هكو بس بعض المناحظات اللي موجودة بالمحاضرة نعم نعم اللي هدور جدا فعال الحموضة راف تنسون أسجورك بوتينشيو فهي أسج توليرانت اللي هي كانت بيوتنس دكتوران اللي هي كانت بيوتنس دكتوران لا كتابسيطة ايه اللي هي خطيرية نتعيش بكل المحيطات من ضمنها هي أسجورك بوتينشيو اللي هدور محاضرات سلديات كل شيء هو احنا نطلع لكم الشيء المهم ونشرح الأشياء المهمة لانتوا اسألكم كلها امسكيو يعني ما استطور العام قالوا عزاسي جمونا 40% شرح شرح باعدين نعم يخلوها مووزارية هاي الزايلوتول قلت لكم علي هو من أهم أنواع الأسيد شوغر سبسترات شوغر سبسترات زايلوتول سكرين هاي أنواعها واللي برو بيوتوكي يلايب مايكرو أرجانيزم برايكوه 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 شكرا 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 شكرا